السلام عليكم كيفكم متابعين يا رب تكونوا بألف خير رح نبدأ بالصلاة على الحبيب محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد هلأ موسم الألقاس والجزار والبنجار وكلها تقريبا الأكلات الشتوية اللي هلأ موسمها فأنا اليوم إن شاء الله رح أعمل أكلة الألقاس على الطريقة الفلسطينية أو طريقتنا في غزة كل بلد لها طريقة في طبيق الألقاس إن شاء الله طريقة بتعجبكم بس قبل ما نبدأ الفيديو تسعدني تعليقاتكم بيسعدني اشتراككم في قناتي بأتمنى إنكم تفعلوا جرس الاشتراك وتدوسوا لايك إذا عجبكم الفيديو حلينا نشوف كيف عملته مع الرزل بالشعرية طريقة بسيطة وسهلة حطت عليه حمص اختياري هذا يعني مش الكل بيحط عليه حمص ونوع الرز أي نوع الرز بتقدري تجبي الألقاس هنا نقيها حجم متوسط علشان تسهل تأشيرها واللي بيكون فيها نقط شايفين اللي من تحت إلها نقط هدول النقط يعني سهلة الاستواء أما إذا كان ما فيهاش نقط رح تغربك في الاستواء بتجيب سكينة كتير حامية وإذا كانت كبيرة بيكون أفضل وبتبدأ تأشريها بالشكل هذا وما تغسليهاش لأنه لو غسلتها رح تصير تتزحلق معاك أو ممكن تغسليها وتتركيها تجيف تماما وتبدأ تأشريها وإنت بتأشري إذا شفت النقط هدي عادي هيك في الألقاس بيكون يعني ما تخفيش بتبدأ بالشرة إذا فيه حاجات هيك ناشفة أو كده ممكن بالأشارة هادي تأميهم إذا فيه حاجات صفرة بالأشارة وممكن تأشريه كمان بالأشارة مش بالسكينة رح أعمل كمان واحدة معاكي أنا هان تقريبا عام لكيلو الكيلو بيقضي لأربع أشخاص هاي كمان في الأشارة شايفين كيف يعني الطريقة اللي بتريحك كل ما كانت حبته صغيرة بتريحك في التأشير هلقيت بعد ما قشرتهم رح أقطعوا وبعد ما قطعوا رح أغسلوا لأنه إذا غسلنا هلقيت رح يغلبك في التقطيع ويصير يتزحلق في ناس بيقطعوا بالقطاعة الملخية أسهل لهم أنا هانا في السكينة الكبيرة استملكت هأطعوا مكعبات بحجم متساوي لا يكون كبير ولا يكون صغير وحطهم في وعاء كبير شايفين الحبات قديش زي هيك ورح أشطفهم بالمية وأرش هلق بعد ما شطفتهم حطت عليهم ملح وأغلبهم تقليب لأنه في مادة لازجة بتطلع منه القلقاس فبدي أتخلص منها وعصرت ليمونات شرائح ليمون عصرت علشان يحافظ على اللون ما يتغيرش لونه وخليت الشرائح أشر الليمون خليت وحطت مية سحنة ورح أحركوا شوية وأنقعوا أسيبوا منقوع بهذه الخلطة عبال ما أستوي اللحم وأستوي باقي الطبيق إذا بدك ترفع اشر الليمون ارفعي هلق رح نحتاج للحمة إطاع راس العصفور مكعبات توم بقدونس ليمون حمص حب ورق غار هير كزبة رناشفة مطحونة حسب الرغبة أول حاجة رح أقلب البصل إطاع هيك قطع كبيرة عشان أنشلهم مع اللحمة مع معلقتين زيت على النار وحط عليهم بس أشوح اللحمة رح أحط مية مغلية وأول ما تبدأ تغلي أرفع الزفرة أو أرفع الريم اللي على الوجه وأحط ورق الغار والهيل أو أي باقة عطرية أنت بتحب تحطيها على سلق اللحم أو الدجاج وبعد هيك رح أغطي النار وأسيب هاتستوي رح تاخد ساعة ونص لساعتين وممكن أحط الحمص والحمص حسب الرغبة يعني فيه ناس عنا بيعملوا من غير حمص وناسب حمص أنا حبيت أرضي الرأيين وحطت شوية من الحمص رح أدق التومة والفلفل الشطة في الزبدية وأرش شوية مالح وممكن أحط معلقة كزبة رناشفة حسب الرغبة لأنه فيه ناس ما بيحطوش كمان كزبة رناشفة أنا هنحطت معلقة صغيرة رح أعصر ليمونتين لأنه الألقاس بيحب الليمون رح أحطو كمان على الطبقة هيك جهزت الدقة والعصير والألقاس هيك نقعتو تقريبا ساعة ساعة ونص ممكن تنقعي رح أفلفل كوباية رز مع الشعرية حطيت معلقتين زيت نباتي في طنجرة والشعرية قلبت أخدت لون بعدين رح أقلب معاها الرز المشطوف كوباية رز مشطوفة ومنقوعة ورشة ملاح ورح أحط عليها المرأة تقريبا كوباية ونصلا كوبايتين مياه بعدين بقى غطيه وبوطي النار عليه وبسيبه هيك ربع ساعة تلت ساعة بيكون استوى هلقيت استوى اللحمة عندي رح أحط عليها الألقاس ممكن تسل الألقاس بمية لحال طبعا صفيت الألقاس من الوية اللي نقعتو فيها صفيته وقش رفعت شريح الليمون وحطيته هان على اللحمة بعد تلت ساعة هلق الرز استوى بطفي عنه بعد تلت ساعة رح تلاقي الألقاس استوى معاك ضغري هو زي الكريمي بيك وزي البرهم ناعم رح أختبر القطعة إذا لقيتها بالدوب رح أحط الليمون هو أهم حاجة يكون مثل البطاطا كيف البطاطا بالدوب والتحريك يا جماعة من الجوانب لأنه ممكن يخرب معايا بدنا نحافظ على الحبات تكون متماسكة ما تكونش دايبة فالتحريك من الجوانب خلوا بالكم رح أحط الدق أهلقيت أنا بحط الدق نية لكن ممكن تقليها بس علشان أصح صحي أكتر علشان المعدة وعلشان يعني ما تحسيش في التقلة تباعة التقلي أنا بحطه نية دايما بس الناس بتقليها في معلقتين سمنة أو زيت وحطيت البقدونس وسبتهم يغلوا من ربع لتلت ساعة بعدين غرفتهم في صحن معاهم بنقدم الزيتون الطراشة الرز حسب رغبتك الريحة روعة والطعم تحفة عن جد بنصحكم تجربوه وتدقوه كنا زمان نروح من المدرسة نلاقي والدتي عمل لنا طبخة الألقاس وخصوصا في الأجواء هذه أيام الامتحانات برجع بأكد إنه الحمص اختياري كانوا زمان يحطوا الحمص بعض العائلات تحطوا والبعض لا إن شاء الله طريقة تكون عجبتكم بيدوب دوب ولذيذ وطيب وغير إنه عالي القيمة الغذائية مفيدة كتير كتير تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا جرس الاشتراك وشاركوا الفيديو ليوصل لأكبر عدد ممكن يسلموا كتير وشكرا على المتابعة